لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس السلام عليكم الخبير التحكيمي جمال الغندور يسور غضبا في حكم مباراة الجزائر والكاميرون لكن قبل ان نبدأ اذا كنت محب لمنتخب الجزائر اضغط لايك لنعرف عدد المحبين للمنتخب الجزائري اعتبر الخبير التحكيمي جمال الغندور ان حكم مباراة الجزائر والكاميرون ادى عدة قرارات خاطئة وكانت مهمة للمنتخب الجزائري وقال جمال الغندور في قناة سي سي الرياضية ان بكاري غسامة قد لغ ضرب جزاء لسليماني في الشوط الاضافي الاول واضاف الغندور جسام ظلم المنتخب الجزائري لا سيما عدم منحه ضربتين جزاء صحيحتين للخضر الاولى في عرقلت بليل في الدقيقة الخامسة والسلسون اما الثانية فكانت واضحة دون رجوع الى الفار حين لمس مدافع الكاميرون الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة والسلسون لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة